اليوم أزيد من 57 ألف تلميذ الدورة الاستداركية لامتحان شهادة التعليم الابتدائي وهذا عبر مختلف مراكز الامتحان التلميذ سيمتحنون في ثلاث مواد أساسية لغة العربية، الرياضيات والفرنسية هذا وتعد هذه الدورة فرصة ثانية للتلميذ الذين أخفقوا في الدورة العادية والتي سجلت نسبة نجاح قدرت بأزيد من 80% تفاصيل مع رادية بن هباجة ما كنتش كمرة راجعة بل يجي سهل هذه المرة راجعت، أنا بتمنيه باش نجيبه درجة العمليات، راجعت قواعد لرياضيات فرنسية واني حب ننجح المرة الثانية، خسلوا لما ننجحت تمنى لما جابوا سقال الدورة، ولا يجيبوا الدورة الثانية هذا ويصنع دائما الأولياء الحدث بمرافقة أبنائهم إلى مركز الامتحان في محاولة منهم لتشجيعهم وحثهم على التركيز خلال الامتحان في أشأنية تربوي دائماً حيث قالت وزيرة طربية الوطنية نوريا بنغبريط بأن الإعلان عن نتائج الامتحانة الخاصة بشهادة التعليم المتوسط والبكالوريا سيكون مع نهاية هذا الشهر وهذا عند استكمال عملية التصحيح النهائي والتي تقترب من نهايتها هذا وأضافت الوزيرة بنغبريط بأنه سيتم تقديم نتائج البحوث التي أجريت في إطاري البرنامج الوطني البحث عن تاريخ بداية الجلسات الوطنية سيتم تحديدها يوم الواحد والعشرون والثاني والعشرون من هذا الشهر من شهر جميل أقول هذا وستخصص لدراسة المقترحات الخاصة بإعادة نظر في الامتحانة الرسمية خاصة امتحانة البكالوريا وكذا الحجم الساعي والمناهج المدرسية إلى موضوع آخر الآن حيث أفدت جمعية وشعر لعلم الفلك بأن أول أيام رمضان سيكون يوم الأحد التاسع والعشرون جوان وحسب بيان للجمعية اليوم وأنه بناء على حسابة فلكية دقيقة فإن اقتران هلال رمضان لهذه السنة سوف يتم يوم الجمعة السابع والعشرون جوان على الساعة التاسعة وتسع دقائق صباحا بتوقيت المحلي هذا وسيستحيل رؤية الهلال بالعين المجردة أو التليسكوب من كاميلياتورب الوطني مساء يوم الجمعة السابع والعشرون جوان موافق لتاسع والعشرين شعبان مما سيلزم علينا اكتمال شهر شعبان ثلاثين يوما وليتذكير فإن القرار النهائي المحدد لأول أيام رمضان تختص به لجنة رصد الأهل التابعة لوزارة شؤون الدنيا والأوقاف وسيعرف أمسية الجمعة هذا ومن جهته الخبير في علم الفلك والجيوفيزياء لوط بوناتيرو أكد في اتصال هاتفي سابق مع تلفزيون النهار بأنه يمكن رؤية هلال رمضان ليلة الجمعة وأن أول أيام رمضان سيكون يوم السبت القادم حسب الحسابات الفلكية والمعطيات ليوم تحري الهلال وليس يوم ميلة الشك كما يسميها المغرب العربي يوم تحري الهلال أو يوم سبعة وعشرين مساء يكون القمر ابتعد عن الشمس بالزاوية تقدر بستة درجات وعلمياً هذه الزاوية تسمح بداية أصغر هلال في السماء وبناء على رؤية عالمية تفق عليها الفقهاء والفلكيون في عدة مؤتمرات منها إسطنبول جدة ودبي تساهموا على أن يجب المسلمين إذا أرادوا التوحيد أن يراقبوا الهلال عالمياً وعندما يرى في بلد فالكل يتبع ولا يمكن لهلال واحد أن يظهر في آن واحد في كل بلدان وهذا غير ممكن تعرف مائدة رمضان بتنوع عطباقها إلا أن التهاب أسعار المواد الأساسية كالفريك والتمر في الأوين الأخيرة يترح العديد من التساؤلات تتفاصيل مع إسماء تركيا لا تخلو مائدة رمضان من بعض المواد الأساسية والمشتركة بين كل العائلات من بينها التمر ومادة الفريكة جولة للأسواق تكفي لمعارفة مدى إقبال المواطن على المادتين التمر يباع بأسعار باهظة تتراوح بين أربعمائة دينارا وستمائة وخمسين دينارا كذلك الفريكة الذي لا يقل سعره عن ثلاثمائة وعشرين دينارا هذه الأسعار أثارت العديد من ردود الفعل لدى المواطن التجار يبررون هذه الأسعار بقانون السوق فضلا عن عاملي العرض والطلب يبقى السؤال مطروحا هل يستطيع المستهلك البسيط تلبية حاجيته الغذائية في ظل التهاب الأسعار اضطرت اليوم الخطوط والجوية الجزائرية إلى إلغاء ثلاث رحلات باتجاه الجزائر انطلاقا من المطارات الفرنسية وهذا بسبب إضراب مصالح الملاحة الجوية من الرابع والعشرين إلى غاية تاسع والعشرين جوان الحالي هذا وأوضحت الممثلية العمل للخطوط الجوية الجزائرية بفرنسا بأن الأمر يتعلق برحلة مطار أورلي جنوب باتجاه الجزائر العاصمة المبرمجة على ساعتها التاسعة صباحا وكذلك رحلة مطار شارل دوغول إثنين باتجاه الجزائر العاصمة منتصف النهر ورحلة أورلي جنوب باتجاه ولاية بجاية على ساعة الواحدة وخمس وخمسين دقيقة زوالا هذا وتعرف وكلة السياحة والسفر في فرنسا إقبلا واسعا للمغتربين الذين ينتظرون هذا الموسم بفارغ الصبر للعودة إلى وطنهم الأم ولكن ككل سنة يصطدمون بأسعار تذاكرية الباهظة رغم إعلان الخطوط الجوية الجزائرية عن تخفضات مناسبة مرسلة تلفزيون النهار في باريس هدى فتوان عدت بتالية في عدة مناسبات وعدت الحكومة الجزائرية بتخفضات على التذاكر للمغتربين هذه السنة وانتشرت الإعلانات على عدة مواقع أنترنت للإعلان عن تخفضات تتراوح ما بين خمسين إلى ثمانين بالمئة ولكن عند تنقل المواطنين لوكالات صفر الخطوط الجوية الجزائرية نفت هذه الأخيرة تماما وجود هذه التخفضات هنا في وكالة صفر الخطوط الجوية الجزائرية بأوبرا بباريس أردنا الاستفسار عن الموضوع ولكن أعوان الأمن رفضوا السماح لنا بالتصوير بحجة أننا لا نملك تصريح رغم أننا منذ أيام نحاول التواصل مع الإدارة ولكن دون جدوى أو رد منهم وحتى عند محاولتنا لإجراء مقابلات مع المواطنين في الخارج تعرضنا لمضايقات شديدة من طرف أعوان الأمن مرة أخرى رغم أننا أردنا فقط إيصال صوت المواطن للمسؤولين أنا شيء تلبيي وحبيت جد نشوف على جهة التخفيضات يقالوا لجزائر ميكي جيس لهون لاجونس على الأوبرا الخطوط الجوية الجزائرية يقولون ما كينويل ينفو كل شيء حتى حاجة يقولون ما يستعبوا بالوزير لا بالمودي الخطوط الجوية الجزائرية أنا شيء تلبيي هذا في ظلية تعتيمة تام على تخفيض التذاكر بفرنسا ونفي الخطوط الجوية الجزائرية على تلقيها أي أمر بتنفيذ هذه التخفيضات يبقى المواطن والجزائرية المغترب وحده من يدفع التبن لقناة يانهار تيوي هودا فتوان باريس أيام بعد عملية ترحيل سكان بلدية حي كليمون فيلا ببلدية المحمدية في العاصمة تتعرض البيوت إلى تهديم وهو ما يهدد معلم منسي متمثل في حصن عثماني من قبل سلطات المعنية والذي لم يصنف حتى الآن التفاصيل مع حنان خوجة هذه البيوت القصدرية في حي كليمون فيلا ببلدية المحمدية بالعاصمة ستصبح أكواما وحطاما بعد يام فقط إثر ترحيل سكانها إلى الشقق اللائقة ومرور الجرفات والآليات عليها تطبيقا لقرارات الولاية ولكن الإشكال هو في وجود هذا الحصن التاريخي الذي يعود إلى الحقبة العثمانية وسط هذه البيوت الهشة هذا المعلم الأتري الذي هو أمامنا هو يعتبر طبانة أي بطارية تعود للفترة العثمانية من بين هذه الطبانات المتبقية على شرق مدينة الجزائر ولهذا يوجب علينا الحفاظ عليها وعدم تهديمها بالأساس مصير هذا الحصن ستحدده قرارات السلطات المحلية نظرا لعدم تصنيفه من قبل وزارة الثقافة والمديرية العامة للأثار هذه النقطة هذه التي جاء موجودة في القرب من الأبيجري من نويل الحراش ليس محمية ليس منصنفة لازم السلطات البلدية يقوموا فورا بعد ترحيل هائلات الحصار على هذا المعلم لكي يرميها في التصنيف تنقلنا إلى بلدية المحمدية من أجل معرفة وجهة نظر رئيس البلدية حول الحصن المتواجد بحي كليمونفيل والذي يعود تاريخه إلى الدولة العثمانية بعد عملية ترحيل سكانه لكن جاء على لسان الموظفين أن لديه انشغالات حالت دون لقائه إلى شأن القضائي الآن حيث تم تأجيل محاكمة محمد غدير المدعو عبد الحميد أبو زيدة أمير كتبت طرق بن زياد رفقة 11 متهما من بينهم ستة أفراد من عائلته إلى الدورة الجنائية القادمة في شهر أكتوبر القادم وهذا بطلب من دفاع المتهمين حيث يتبع المتهمون في القضية بجناية الانتماء إلى جماعة الإرهابية منضوية تحت لواء ما يسمى بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وكذلك تهم حيزة أسلحة حربية بالإضافة إلى تهريب والمتجرة في المخدرات حدث رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة صباحة اليوم مع الرئيس المصري عبد الفتح السيسي وتم هذا اللقاء بحضور رئيس مجلس الأمة سيد عبد القادر بن صالح والوزير والأول عبد المالك سلالة وكذا وزير وطاقة يوسف يوسفي وكان الرئيس المصري قد حل صباح اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة في زيارة عمل قصيرة بدعوة من الرئيس بوتفليقة وأكد رئيس السيسي لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي بأن زيارته إلى الجزائر تهدف إلى إطلاق تفاهم حقيقي ورؤية مشتركة للمصالح والقضايا والتحديات بين مصر والجزائر وحتى المنطقة هذا وكان عبد الفتح السيسي قد حل بي الجزائر صباحة اليوم حيث أوضح الرئيس عبد الفتح السيسي في تصريح للصحفة لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي بأن زيارته للجزائر تهدف إلى إطلاق تفاهم حقيقي ورؤية مشتركة للمصالح والقضايا والتحديات المشتركة بين البلدين الهدف من الزيارة أولا تقديم التهنئة للرئيس والشعب الجزائري على الاستحقاق الرئاسي اللي تم خلال أيام القليلة الماضية كان لازم أكون موجود عشان أقدم التهنئة وبارك للرئيس بطفلية قبل الشعب الجزائري كمان احنا عندنا علاقات وموضوعات استراتيجية مشتركة بيننا وبين الجزائر احنا في قضايا كتير محتاجين نعمل فيها سويا يعني نحن جايين عشان نأكد ده ونطلق ده خلال الأيام القادمة إن شاء الله نأكد على أن احنا نطلق تفاهم حقيقي ورؤية مشتركة للمصالح المشتركة وللقضايا المشتركة وللتحديات المشتركة اللي موجودة بين نصر أو بين مصر والمنطقة كمان والجزائر والمنطقة احنا في مشكلة موجودة للإرهاب عايزين ننسأل مواقف فيها ونعمل مع بعض فيها في موقف في ليبيا وإحنا دول جوار مباشر لها ده مواضيع كتير ممكن حنتكلم فيها إن شاء الله أسألت إذن زيارة ورئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الجزائر الكثير من الحبر وهذا في صحفة المصرية خاصة أنها الخرجة الأولى له منذ تنصيبه إكرام طباوي أعدات التالية في أول خرجة له منذ توليه الرئاسة في مصر حل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالجزائر هذه الزيارة التي اعتبرتها جل الصحف والمواقع المصرية مفاجئة فاتحة المجال أمام عدة تأويلات فقد وصف موقع مصر العربية الزيارة باللغز في مقال عنوانه زيارة السيسي للجزائر تعاون سياسي أم خطة لدعم حفتر حيث ذهب كاتب المقال إلى أن الزيارة حسب رجال السياسة تأتي في إطار توطيد العلاقات المصرية الجزائرية ولتباحث قضايا الإرهاب في مصر والجزائر وليبيا وتقديم الدعم لقوات حفتر كما أدرجت صحيفة الأهرام المصرية الزيارة ضمن الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين في حين نقلت مواقع مصر اليوم وبوابة القاهرة واليوم السابع تصريح السفير المصري بالجزائر الذي اعتبر أن للزيارة مغزا سياسيا هاما واصفا إياها بالزيارة المحورية في العلاقات المصرية الجزائرية وكذا تصريح وزير الخارجية رمطان العمامرة الذي تترق لقضية عودة مصر للاتحاد الإفريقي القضايا السياسية والأمنية هي مميزة تأويلات الصحافة المصرية لزيارة السيسي للجزائر بينما أغفلت الجانب الاقتصادي كإمداد مصر بالغاز الطبيعي والتعاون التجاري بين البلدين إلى مونديال البرازيلة الآن حيث تعرف مدينة كوريتيبة التي ستكون على موعد غدا الخميس مع احتضاني الموقع الحاسمة للخضر أمام روسيا موجة من المظاهرات والاحتجاجات من قبل سكان هذه المدينة احتجاجا على سياسة الحكومة مستغلين في ذلك احتضان بلدهم للمونديال وهو ما أضحى يؤرق السلطات البرازيلية وكذا الفيفا بحثت تلفزيون النهار إلى مدينة كوريتيبة والتفاصيل موسيقى 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 المدينة كوريتيبة يحتجون على ارتفاع المستوى المعيشي ارتفاع الضرائب من كوريتيبة فتح بوشعنان تلفزيون النهار موسيقى هذا ويشهد ملعب بيكسادا والذي سيحتضن موقعة الخضر أمام روسيا غدا الخميس آخر الروتشات حتى يكون في أبها حلة لاستقبال أنصار المنتخب الوطني وكذا أنصار المنتخب الروسي حيث يعرف الشغال على مستوى المدرجة الجنوبية فتح بوشعنان بعث بالتالية موسيقى موسيقى اذا المشاهدين هذا هو ملعب بيكسادا الذي سيحتضن ثالث مواجهة للمنتخب الوطني الجزائري امام نظيره الروسي الملعب ان كان جاهزا على مستوى الارضية والمدرجات انه يشهد عملية اشغال على خلفية المدرجات الجنوبية قبل ساعات فقط عن انطلاق المباراة المصيرية التي تجمع منتخبنا الوطني كما اشرت امام نظيره الروسي من امام ملعب بيكسادا فتحبو شعنان تليفزيون النهار ودائما في اخبار المونديال حيث سيتقابل منتخب نيجيريا والارجنتين في الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة وفي نفس التوقيت على الساعة الخمسة مساء بتوقيتها الجزائر حيث ستواجه البوسنة والهرسك منتخب ايران اما عنية لمجموعة السادسة فستواجه فرنسا الاكوادور وتقابل الهندوراس سويسرا وهذا ابتداء من ساعة تسعة مساء اعلن الاتحاد ودولي لكرة القدم الفيفا اليوم عن اتخاذ جراءة تأذيبية بحق لعب منتخب الارجوي لويس سواريز على خلفية اقدامي الاخير على عضي المدافع الايطالي جورجيو كيليني وكان سواريز قد انقضى على كيليني امام المرمى فعظه من كتفه دون ان ينتبه الحكم للحركة فنجا من العقوبة وذلك في المقابلة التي انتهت بفوز ايروغوية بهدف مقابلة سفر وانتقالها الى دوري ثاني من المونديالة هذا واضف الاتحاد الدولي في بيان له ان امام سواريز واتحاد الكرة في ايروغوية مهلا حتى ساعة الخامسة مساء من اليوم الاربعاء بتوقيت برازيليا لتقديم موقفهم وتقديم اي دليل ضيسلة وليست هذه المرة الاولى التي يتهور فيها سواريز ويقوم بعض منفسها ميتشو بيتشو او المدينة ضائعة احدى عجائب الدنيا السبعة الجديدة ورائعة من روائع الوجهة السياحية في العالم مزيد من تفاصيل مع احمد بطاف ميتشو بيتشو او المدينة الضائعة هي احدى عجائب الدنيا السبعة تقع في جنوب شرق البيرو مدينة معلقة بين جبلين شديدين الانحدار تلمس السحاب ويجري من تحتها نهر جارف تخبئ نظارة خلابة وكأنها جنة من عالم الخيال يعود بناء ميتشو بيتشو الى قبائل الانكا قبل خمسمائة عام حيث اتخذوها معبدا ليقيموا فيها طقوسهم ويقدموا القربين لآلهتهم في هذه المدينة مناظر تبهر الزوار شوارع وبرك استحمام وقنوات ري وحذائق غنى كما ان المباني المتواجدة اية في الاعجاز وتحفة في الهندسة والعمارة شهدت من حجارة ضخمة ومتراصة بادوات بدائية جعلت العلماء يصنفونها بالمعجزة تلك هي قصة مدينة ميتشو بيتشو الضائعة تحت الضباب لكنها ما زالت تخفي الكثير من الاصرار والحكايات لذلك يتوافد عليها ملايين سياح من اجل استكشاف هذا المعلمة الاثري وبها المشاهدين نأتي الاختمية